تزامنا مع الاحتفال بذكر انتصارات العاشر من رمضان حضر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة خفل الافطار السنوي الذي اقامته القوات المسلحة بهذه المناسبة بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف والبابا توادرس الثاني بابا الاسكندرية بطريارك الكرازة المركوسية والفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الافرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية ولفيف من كبار رجال الدولة وقدام قادة القوات المسلحة وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي رجال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بالذكر انتصارات العاشر من رمضان والتي ستظل واحدة من اروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء معربا عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة وتضحيتهم للحفاظ على امن الوطن وسلامة اراضيه ووجه الرئيس السيسي التحية لشهداء الوطن الابرار الذين ضخوا بارواحهم دفاعا عن تراب الوطن مؤكدا ان الدولة لن تنسى شهداءها الذين اناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء مشيرا الى ان الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها واعرب الرئيس السيسي عن تقديره لما تقوم به القوات المسلحة من جهود بالتعاون مع كافة اجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة ربوع الوطن ودعم ركائز الامن القومي المصري في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة